رغم أنها المحافظة الرائدة في إنتاج القمح في سوريا إلا أن سكانها يجدون صعوبة في تأمين ربطة خبز تسكت أمعاءهم الخاوية إنها محافظة الحسكة التي ترزح تحت هجمات داعش كما تعاني من تكدس اللاجئين الوافدين عليها ما يزيد الحاجة الملحة إلى الخبز في الوقت الذي تعرضت فيه معظم مخابزها لتدمير أوقفها عن العمل وضع عجل بخطوات وتحركات السلطات المحلية لضمان استمرارية توافر الخبز في الأسواق قمنا بتنظيم الأفران وقمنا بزيادة أو نقصان الكميات المخصصة للطحين لكل فرن كما زادت السلطات ساعات العمل في المخابز الخاصة والعامة والمطاحن فأصبحت تعمل لوقت متأخر من الليل لتغطية الحاجة المتزايدة في منطقة الجزيرة هنا قمنا بتأمين الطحين ومستلزمات الأفران من خميرة وقطع غيار وزيت وما يلزم هنا وقمنا أيضا بتوزيع الخبز على الأخوة وينتج مخبز الحسك الأول وأذار يوميا كمية تتراوح بين سبعين وتسعين طنا من الخبز في حين تستمر السلطات المحلية بدعوة مخابز الدرباسية وعامودة والقامشلي ورأس العين وتلتمر إلى زيادة الإنتاج لتأمين حاجة الأسر في المحافظة ونواحيها مع العلم أن إنتاج تلك المخابز أصبح يتعد حاليا 150 طنا من الخبز يوميا بحسب تقارير اقتصادية زينب خرفاتي العربية